موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكل مشاهدي ومشاهدات قناة الخليجية الكرام وبالأخص برنامجنا برنامج أخبار أجبلنا اللي بنحاول نتواصل بيه مع كل أسرة عربية وكمان كل بيت عربي والي كمان بنحاول نتواصل بيه مع كل بيت عربي بيضم مقشبل من أجبلنا أملنا بيه كبير إحنا منهم وهم أكيد مننا وعلشان كده بالتأكيد أخبرهم زي ما بتهمهم كمان بتهمنا أهلا ومرحبا بكم أعزائي وأحبابي مشاهدي ومشاهدات قناة الخليجية وبالأخص برنامجنا برنامج أخبار أجبلنا اللي بنحاول نعرض فيه الأخبار اللي بتهم كل أجبلنا في كل جوانب حياتهم واللي من خلاله بنطرح الأضايا اللي بتهم كل أجبلنا في كل مكان في الدنيا وكمان من عن طريقه بنوصل رسالة لكل بيت عربي بيضم شبل من أجبلنا نتواصل من خلالها معاه عشان كل الأجبل في العالم العربي يعرفوا إنهم مش لوحدهم برنامجنا بيعبر عنهم كلهم تعالوا معنا نروح لأولى فقرات برنامجنا ومع أخبار أجبلنا ولكن بعد هذا الموجز القصير تعالوا نبدأ أخبارنا النهاردة بخبر من جريدة الأخبار المصرية خبر بيهم كل الطلاب اللي في جامعة الأزهر هو في الواقع خبر بيرسم أكثر الطرق المؤدية للحرية والديمقراطية الطلابية الخبر بيقول رئيس جامعة الأزهر يقول تفعيل دور الاتحادات الطلابية وفتح حوار مع الطلاب تعالوا مع بعض نشوف التفاصيل طالب رئيس جامعة الأزهر بتفعيل دور الاتحادات الطلابية بالجامعة للمساهمة في تنفيذ برامج الطلاب داخل اللجن الرياضية والثقافية والاجتماعية ووضع خطة لبناء الشخصية العلمية للطلاب وإتاحة الفرصة لهم لطرح كل الآراء والألوان السياسية والاجتماعية والدينية داعيا الطلاب للتحاول والمناقشة بموضوعية وذلك للتوصل إلى وضع الحلول المناسبة للمشاكل التي قد تواجه الطلاب خلال العام الدراسي وصرح رئيس الجامعة بأنه سيتم يوم الأحد القادم إعلان الكشوف المبدئية وتشمل جميع أسماء الطلاب المتقدمين وذلك بعد أن تم فتح باب الترشيح للانتخابات ويتم بعد ذلك فحص الطعون على أن تعلن الكشوف النهائية يوم الأربعاء السادس من إبريل وستجرى انتخابات اللجان الطلابية للمستوى الأول يوم الخميس السابع من إبريل من التأسعة صباحا حتى السادسة مساء وأوضح رئيس الجامعة أن الانتخابات تتم بوجود ممثلين للطلاب المرشحين بكل لجنة انتخابية لضمان نزاهة وحيادية العملية الانتخابية ومن الجريدة نفسها خبر للأسف بيبعث الألم والحزن في نفس كل عربي هيسمعه وفي الواقع خبر بيبين طبيعة الصهينة اللي مش ممكن تتغير على مر العصور الخبر بيقول واحد وثمانون مصابا في غارات إسرائيلية جديدة على غزة وإلى حضراتكم التفاصيل شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات جوية فجر أمس على قطاع غزة مما أصفر عن إصابة واحد وثمانين شخصا من بينهم أطفال وذلك بعد ساعات من إعلان حماس التزامها بتهديئة مع إسرائيل شريطة وقفها العدوان على القطاع وقال المتحدث باسم لجنة الإسعاف والطوارئ إنه قد أصيب واحد وثمانون مواطنا بينهم سبعة أطفال وسيدتان في الغارات الصهيونية وذكرت مصادر أمنية وشهود عيان أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارة جوية على موقع أمني تابع لحكومة حماس وأخرى على موقع تدريب تابع لحركة الأحرار وهو فصيل فلسطيني صغير غرب مدينة غزة وجاءت الغارات الإسرائيلية بعد أن أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس التزامها بالتهدئة في قطاع غزة في حال توقف العدوان وأكد المتحدث باسم حكومة حماس في غزة في بيان له أن حكومته تؤكد أن العدو سيدفع الثمن غاليا إذا واصل عدوانه وجرائمه ضد أهلنا وشعبنا في غزة نحسبهم عند الله من الشهداء ماتوا بغير ذنب لم يرتكبه شيئا حتى يكون جزاؤهم هذا ونسأل الله تعالى أن يحقن دماء المسلمين وإلى جريدة الأسبوع وخبر بعنوان لحظة من فضلك شهادتك مطلوبة أمام لجنة توثيق الثورة تعالوا نشوف مع بعض التفاصيل حتى لا يتعرض تاريخ الثورة للضياع قامت دار القتب والوسائق القومية بتشكيل لجنة تضم عددا من المؤرخين من أجل توثيق الثورة وجمع كل ما يتعلق بأحداثها من معلومات وبيانات وكتابات وشهادات لا تتوقف فقط عند حدود وسائل الإعلام ومساهمات مثقفين بل ستعتمد بشكل كبير على شهود العيان في كل مكان والهدف من اللجنة هو جمع وحظ جميع الأوراق المتعلقة بثورة يناير للأجيال المقبلة وفي هذا الإطار تقوم اللجنة بمهمة ضخمة للغاية وهي جمع الشهادات الشفاهية من الأفراد الذين شارقوا في الثورة بهدف أن تكون سجلا حيا للتاريخ ولهذا سيتم تأسيس مركز يحمل اسم مركز التاريخ الشفاهي أما المهمة الثانية التي تقوم بها اللجنة فتشمل جمع وحظ الصور ومقاطع الفيديو والتزييلات الصوتية وجمع كل شيء تم نشره في الصحافة المحلية والعالمية أثناء الثورة ولهذا تسعى اللجنة لجمع وثائق ومكاتبات وزارات الداخلية والإعلام والإذاعة والتلفزيون والهدف من ذلك أن تكون دار القتب القومية مستودعا لهذه الوثائق الهمة بالفعل لحظة من فضلك فشهادتك مطلوبة أمام لجنة توصيق الصورة ومن جريدة الإسبوع إلى جريدة المصر اليوم وخبر بعنوان شيخ الأزهر يقول الفساد في المشيخة وصل زروته وأتعرض للحرب بسبب إغلاق حنفية الأموال وإلى حضرتكم التفاصيل أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أنه لن يتقاض راتبه من مشيخة الأزهر المقدر ب2600 جنيه شهريا وأنه قرر إعادة الأموال التي تقاضاها من المشيخة منذ تعيينه في مارس ساة 2010 معلنا عن استعداده لتقديم استقالته وأنه لا يتمنى أن يظل في منصبه عاما آخر في ظل ما يسمىه الضغوط والإهانات التي تعرض لها من بعض العاملين في المشيخة مشيرا إلى أنه لا يوجد قانون في الدولة حاليا والفوضى هي السائدة وقال إنه رفض الحصول على المكافآت والبذلات المخصصة له كما رفض الحصول على مخصصات شيخ الأزهر القانونية التي توازي مخصصات رئيس مجلس الوزراء وتابع قائلا إنه يتعرض حاليا لحرب من جانب بعض الموظفين بسبب إغلاق حنفية الأموال بعد أن وصل الفساد إلى زروته خلال الفترة الماضية وهو ما تؤكده التقارير الرقابية التي تلقاها وتساءل شيخ الأزهر قائلا إذا كان الأزهر وهو قلعة الإسلام بهذا الوضع العفن فكيف يكون وضع مصر مشيرا إلى أنه استعان ببعض المستشارين من أهل الخبرة والثقة دون مقابل لتطوير الأزهر ونحن نتساءل هل هناك ضغوط بقيت بعد ثورة 25 يناير حتى يتعرض لها شيخنا الجليل شيخ الأزهر إذن أين مكاسب هذه الثورة؟ وأين رجال هذه الثورة؟ ولماذا لم تعالج؟ وأنا بصفتي طالب من طلاب الأزهر الشريف أناشد شيخنا الجليل أن يثبت على الحق فإن الله قد اختاره في هذا المكان عن قصد وليس عن خطأ واعلم شيخنا الجليل أنك أحد أركان هذه الثورة المباركة التي تسمو إلى الحق وتقصي الفساد وتمحو الظلم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وهذا ليس رأي بمفردي بل هو رأي أجمعنا عليه أنا وزملائي وأساتذتي وكل من أراد بالأزهر الشريف خيرا وإلى كل من تسببوا في هذا الوضع العفن تعالوا نشوف حرامية الملايين إخواتنا من الفقراء والمحتاجين تقررنا عن المحتاجين وبعد شوية هتكونوا مع أخبارنا العالمية تابعوا